نحكي على جريمة قتل بشعة صارت في بنزارة الخلاف صار بين زوز يعني بين كوبل برا ويراجلها تعاركوا على خطر النفقة بينصير العيل الذوما عندهم صغيرات فالزوجة رد الفعل وخناقها حتى شلين توفيت شاء الله رب يرحمها وين عامها شنوها رايك وعليش وصلنا هكذا والله يراي موش مقبول بالكل معناها في جارة نفقة يوصل يقتل نفس بشارية معناها ابخيتوها كيعرس وجاب صغار وكل شيء نرمال ما يقوم بيهم وويش بعلي بشي قوم بيهم اما شي غريب قداش العنف هذا ولا مدداول في بلادنا حكيوا على روح بشارية روح بشارية معناتها اعز من نفقة واعز من كل شيء معناها عايش تحرمها من الحياة في جرة نفقة لها وويش بعليك معناها بش تعطيها لصغارك ومرتك ميش مزيارة ميش مزيارة في المجتمع متاعنا المراهة ما عادش تخمم في معنطها كيفية بش تختار رحيتها أعطيها هاو كراجل بش ناخذ ذاك الراجل هذيك ونمشي مش يعني مش الكل محالة اما ديما نلوم على الطرفينين على الطرفين علش خطر برشة رجال محترامات مانيه اللي بالحق عندهم يفهم مش معناه النوسيون تعل عرس ويعرفوا شمعناتها مانيه اون في كونجوغال مانيه حياة زوجية يعني راهو ناس بكري يقولوا مائة عاشر اثنين اللي ما يتيح الدركة على واحد راه مهمش يلعبوه وراهو فما نسبة تفاهم معينة حتى مقبل العرس يلزم كنسبة تفاهم هذيك تركز فيها كسواء المرأة والراجل يركزوا فك التفاصيل هذوكم خطر فما تفاصيل تتغاضى عليهم ويبدأوا مخطوبين ومبعد كيف يعرسوا ويركزوا عليهم التفاصيل هذوكم دونك التفاصيل هذوكم هما يفون لديفيرانس من بعد وهما اللي يعملوا برشة مشاكل مثلا وقت مخطوبين مثلا اللي يعملوا هكا بيده ويعملوا هكا بيده هو مانيها سوف ينغيين بعد العرس ودرة وشكل نعم بعد يقول يركزلها عليها التفاصيل هذيك يقولوا شو يصير مبعد كي ركزل على التفصيل هذيك يقولي أكل هكا هذيك يقولي مبعد كلام يقولي مشادة كلامية يقولي سب يقولي تطيح قدر وبعد يقولي الضرب والعنف اللي هو حاجة معناها بالحق والتي يصير مداولة في مجتمعنا للأسف للأسف يعني هذيك معناتها مشادة كلامية وبعد تقتل الضرب معناها بالحق نقول إنا ربي يهديهم ومسكينة لتوفيتها إن شاء الله ربي يرحمها وبالحق معناتها ركزوا ركزوا في التفاصيل شفت قبل العرس ركزوا في التفاصيل راههم مهمين على الأخر بيش نهار آخر تعرف روحك على شنية بيش تبني حياتك مع طرف الأخر الحاجة الكارثة اللي في تونس هي المخدرات الكارثة الكبيرة هي المخدرات سواء كبار سواء صغارة وما فماش لا تقولش هذي صغير وذي كبير يذيك الحاجة لهلكة الدنيا لهلكة الدنيا هي هذي يبدأ ما هوش في عقله ما خاطر ما نصور شو واحد في عقله في راح تمخه بشي جيت عرقوية على خمسة ألف وعشر ألف وعشرين ومية وثلاثين شدي معناه يخنقها ولا معناه يعمل جريمة متاعها على خطر مصروف الصغار يصبروا شوية العباد منه ومنه معناه فهمت الدنيا معناها منه ومنه هي تصبر شوية هي هو هذيك هي الماديات في تونس التلمون الوضعية متاعها توانسة الطبقة اللي كانت الطبقة متوسطة صارت كمان بيسي كماندي مية ذاك هواس الماديات هي اللي والتتسير في أموه حتى في الأمور العيلية تلمون الضغوطات نحس اللي عايش هالشعب تونسي في المادة في الفئة المتوسطة ضغوطات نفسية مادية تتطور على النفسية تلز هكا صحيح هي جريمة بشعة ميزم هاش تصير والتأثير مام حتى في إطار الدولة كإشهار ولا كانوا يواعيوا المواطن كيفاش يتعامل وفهماش زاد التواعية للمواطنين حتى للرجال منعرش يشوفوا قوامونا عن نساء ولا بالطريقة هذي كتبادلنا في الوضعية هذي لازم الزوز الكوب اللي يكون فما حاجة يحكيوا قبل كل شي هي تعرف هو شنو يصور هي هو يعرف هي شنو يتصور يعملوا إيكيليبر للنفو متاع الفي متاحهم مشنو يخرجوا ميما القريك ميما حتى نتصور الوضع الحالي في تونس ميما كونهم يبقوا مع بعضهم ويشوفوا مدين كديش يدخلوا الزوز وكذا ما يوصلواش يوفيوا طلبيات الكل متاع صغارهم ومتاع المعيشة يسر غليت تونس يوم النفقة بكأنه وليت مشكل كبير فوسط العائلات التونسية هي هو مشكل كبير لكن إنسان ما دي مقدمة على عائلة يزمو يتحمل مسؤوليته حتى للأخر ما فهميش عليش ما تنكر في النفقة نتاعك ويشبك هذيك وتو برشة حتى يقول لك أنا ما يهمنيش يا أخي بارو حكم عليها بالنفقة نشد الحبس وما إلي لنخرج من بعض معناها وضعية ياسر ياسر خائبة ياسر النفقة في بلادنا اليوم والتي يا أم اتفجر العائلة كما يقولوا لأم تمشي لجابانا إن شاء الله رب يرحمها وي نعمها والبو يمشي للحبس وك الصغيرات هو شي يجعل القلب لحقيقة مهيش حاجة مدي ولا أما ياسر ولا نسمعوا بها توفيلي غيز وسوسي وفي المجتمع عن تاعنا وكل ربي يهدي هي الحياة صعيبة على العباد الكل أما ميستيش العبدي لمشا من العائل توصغيرات وينفق بلي نجم مش لازم عليها معطا يوصل لللوكس ولكل مش لازم يوصل للإجرام زيدا معناها شي بشاع بالحق هي مني مش تجيب سامحني أنتي ثلاثة صغار تعطيهم لها ثلاثة صغار ومن حيب تجيب المرأة ممن مش تجيب ما عندا ممن مش تجيب أنت يصرف على صغارك تcodرأه وتحب تتلقها ما يعالي ما عاش حاشتكم بع بعضكم واسرف على صغارك أعطي لصغارك مصروف وش به مكيائهم مثلا البرة ما هو مش عندهم يعطيهم بكيائهم والدم مسرفش عليهم tät وحيائهم يعqi我觉得 يصرف عليهم أنه ع لاعرف ونعايشين يصرف عليهم يعطي فيهم فلوسهم وعادي علش مش صغرك عنده كنت تصرف عليهم علش يبدو ساعات واحد صغر وعنده هم وهو يبدو يصرف عليهم علش مش عندك ولاده كنت تصرف أما خير ولادك عنده كنت تصرف شوية بهي أبسط حاجة أنا البارح شوف ترتيك اللي تماطم من 5000 برشنية 5000 5000 حكت ماطم 4500 شي عاديوها 4500 أبسط حاجة حكت ماطم معناتها ما نحكيوش عالحم ونحكيوش ما نحكيوش عالصغار كون بيش تفرهدهم إذا كان المراعة مسكينة باك التاقة هذيك لازغارها يخرجوا لها تخرج تلقاها تخدم هيا ويا وفي زوزو مش خالتين هي تتنرفز منها هو يتنرفز منها إذا كان مش إن باقتين منهم تطيح سينا المال بيش توصل هكا هو للأسف كون ها وصلت هكا سي مالوغو كسو سوى بوري زنفان و بوري فاميان دوي متاع الالبارتي مام حتى هوا تكروا اللي فامي متاعوا هوا الراجل ما هومش ان دوي يبع المراعة خطر هي الحكاية صارت بيناتهم الزوز سي مالوغو سي مالوغو والدولة تتحمل بارتي مش شي هذا الدولة بصراحة تتحمل بارتي مش شي هذا خطر للأسف مشيت المراهة مشي والزغار مشي هوا شنو الحل فماش ما نشوفش حل قريب للأسف احنا الجريمة اللي نحكي وعليها مش هي لولة وصار تقبل حسب رايك انت شنية الحلول بش ما نتعاودش ما نعاودوش نحكيه في جريمة أخرى ما نلقاوش أم في جبنة متوفية ش الله رب يرحم ما نلقاوش بوه في الحبس وما نلقاوش صغيرات بلا عائد شوف هي الحلول الحلول قلك الحلول تبدأ في الأسرة يعني في وقت تربية أولادك وقت تربية الأولاد راي يلزم الأم تزرع في أولادها وحتى في بناتها زيدا انه الاحترام واجب بين الطرفين خاصة الأولاد بالحق خاطر كما قلت لك بكري في أول الوحدة قلت لك رهم بالحق الرهم الرجال جنغال ما فاهمين النوسيون على العرص الرهم بالغالب اللي المرأة لازمها تعمل و لازمها و لازمها و لازمها و لازمها تعمل في الدار و درشون ما عندهم شكل كما نقولو احنا المنتاليتين بتاع المشاركة رانيا دي ما نقول فما البعض نسبو الأمور من عموه نسبين يعطيك صح يعني هي لازمها تعمل كل شي و كان لازم تخرج تخدم البرة في الشارع مانيتها تبدأ تعب في الشارع و في الدار هذي كزيدة راهو عندو برشة يعني تأثيرات يعطيك صح تأثيرات متيح عاليش مثلا احنا احنا اقبل الأمهاتنا أغلبية الأمهات كنوا في الدار ما يخدموش عاليش مانيه الجنراتي متاعي انا مثلا مليزاني كاتخفان و مليزاني هكا ديبو كاتخفان ديس و حتى سواصندي و كل عندهم كل مفهوم اللي بهم متاع العرس ومعنتها ويتعاونوا مع بعضهم في الدار ويتعاونوا حتى كمثلا كيتخدم لمرأة في الشارع كيف ياخد تخلط للدار تقى رجلها معناها موفر لها اللي يعني ظروف الملائمة باش هي تنجم تقري صغيرها ولا هو يتعاون معاها باش يقري صغار وكل عاليش الناس يوم هذي كتبادلت طو بالحق فما ديجو نشوف فيهم بالحق معناه ما مش وعين اللي المشير الاشتراك معناها في الحياة الزوجية اراهي بالحق يعني اشتراك في كل شيء انا اقول الحل اول حاجة لمرأة اللي تتعنف خاطر ما وصل لقتالها سيكو اكيد ضربها قبله واكيد عنفها مش بشي تعدى للقتل طول معناها تبلغ توا فما ديزاسوسياشون وفما لي يخوي تبلغ متخافش منه ما عنده ما يعملك خاطر اذا وصل لقتلك سيكو هدك قبله وذربك وعمله ما عليها كان تبلغ عليه والطالب بنفقتها بالحاكم معناها بحق من حقوقها ليها ولا ولادها موش مزيئ منه نظامهم مثلا الكنديسيون قبل ما توصل الججمان تعتلاق تكون يقرأوا حساب كون الراجل شنوه طبقه له من اللي غوفوني متاعه وشنوه هي طوالي روفوني متاعه شنوه اللي عايشه هوا تتحسب بكالكول اخر جديد خاطر اذا كان هوا يصدخوا بك منيباد سالاخ ما ينجمش يقاوم به حتى عيشوا يكمل بها يزم يراجعوا حسابات الجلسات السلوحية قبل ما يصدروا قال الحاكم بتطلق بنات الدول شنوه الدولة تتدخل خاطر كيما نشوف القانون متاع فرنسا الانسان حتى لو كان يكون عندهم بتي غوفوني دونك الدولة تتدخل بتتكافل بكالا تعطي امتي تبخيم للصغار كذا كانوا روفوني باع احنا الدولة ما هيش في الموضع كونها تسمح لها باش تعطي هي مدخول للصغيرات هذوكم باش تساهم في الصغيرات هذوكم ان كنت خبارتي انو اذا كان ما تدخلش الدولة في الوضعية هذي ما هيش اول مرة بش نشوكوها ما لغو زمان ليصار الله هاك انا بالنسبة لي انا القافة الكبيرة اللي هلكت تونس وهلكت الشباب وهلكت الشياب وهلكت البنات والنساء والكل هيا المخدرات وما هوش اللي بيعوا فيها هو ما تعرفش يعملوا يشدوا في الصغار عشرين سنة خمسة وعشرين اه ثلاثين شكون يعادي فيها انت شكون يعادي فيها شكون يعادي فيها ديك يعادي فيها انا يعادي فيها ذاكا يعادي فيها ذاكا ما هيعادي فيها الكبارات تشد الراس الكبيرتا وقت تخفي شوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة